فقرتنا الأخيرة اليوم سيرة وتر طبعا هي الفقرة اللي نعرض فيها دائما قصة لأغنية من الأغنيات المعروفة والمشهورة أغنيتنا اليوم حقيقة ضاربة في عمق التاريخ الفني سواء في الشعر أو في الموسيقى والغناء وهي أغنية مبسم هيا لشاعر الحريق الشهير الشاعر محسن الهزاني وكلكم تذكرون بين البروق وبين مبسم هيا فرق وقام بغنائها مجموعة من الفنانين على رأسهم الفنان محمد عبد والفنان راشد الماجد ومجموعة من الفنانين وقبل ما نتحدث عن الأغنية خلونا نسمع قصتها من الكاتب خلف العبدالله الشغدلي أوجه تحية إلى برنامج يهلب العرفج وإلى عاملا معك في الدكتور أحمد العرفج أنا خلف العبدالله الشغدلي كاتب وأديب من حال أسرد إليكم قصة وقصيدة من التراث الشعبي للشاعر الكبير أمير الحريق نحسن عثمان الهزاني الذي توفيه عام 1245 والقصيدة هي برق تلالة قلت عزل جلالة وثلج من صوحبي وحسبه برق طبعا الهدف من القصة أنها غنيت من أكثر من فنان غناها فنان العرب محمد عبده والفنان راشد الماجد ولكني أعجبت بأغنية لحن جميل للفنان الإماراتي أنور الحيائي طبعا الملحن عامل سعيد المحرمي من الإمارات الهدف أن أبين أن اللحن هو وتر من أوتار القلب ينقل القلب إلى عالم الروحانيات وكذلك هو المزد الحياتي لكل المشاعر التي تحيط بالإنسان من فرح وحزن وتفاؤل التي تشكله إلى كافة مناحي الحياة التي يريد الوصول والذهاب إليها طبعا القصة معروفة أنه هناك ملك قديم محاط بأربعة أسواب وواحة نخيل وبير يملكه شخص بيع على شخصين فأراد طبعا سمع بيت شعر لمشاطة تقول فيها أصفر مع أصفر ليت محسن يشوفه توى على وقم الغرب ما بعد نمس طبعا سمع البيت محسن الهزاني أراد الدخول إلى هذا الملك ولم يستطع لأن الأبواب مقفلة فمر من طريق مجاور والبيت الطين عندما يوجد فيه نخل وروشن نسمى قصر فمر من طريق مجاور فشاف هيا في الروشن وأقال قصيدته المشهورة برق تلالة قلت عز الجلالة وثلاث جبين صويحه بيحسب أبر شكرا للكاتب خلف العبدالله شكرا لدني دكتور كرر الشكر له هذا ما شاء الله شاب مكافحه دائما يثرينا بالمعلومات سواء كانت تعلن أو ما تعلن أيضا خلينا أشكر قناة روتانا اللي بثت أول فيلم دراما السعودية عن محسن الهزاني هذا الشاعر الكبير كان أمير الحريق وبعدين تفرغوا بالشعر عملت مسلسل عنه 30 حلقة وبعدين عرضته الـ MBC طبعا ما في شكل نص من جماله وعننا أكثر من فنان زين اتفضلت إلى الآن يمكن عشر فنانين غنوه وهو يتغزل بامرأة اسم أهايو هذا اسم لا يطرح في الغزل بشكل كبير دائما ما أقدر أقول إلا أنه بس نتذوق النص بس نشوف الحكمة أيضا النص يحكي عن مرحلة تاريخية مجهولة في الجزيرة العربية اللي سووا فيها الفيلم هذه مرحلة تاريخية لا يعرفها كثير من الناس وكرر شكري لكاتب الصديق خلف الشغدلي وإن شاء الله نكون معنا في مشاركات جاية طيب دكتور نحن نشكر لك حضورك معنا والأربعاء الجاي نشوفك إن شاء الله كون سهلا وقبل ما أنهي بس الحلقة أبغى نوح بعد إذنك لموضوع مهم أنه في الأربعاء المقبل راح تكون آخر حلقات يا هلا بالعرفج لهذا الموسم هذه الحلقة بقدر حزن أنها ستكون آخر حلقة لكن في جانب احتفائي معين إنها راح تكون الحلقة رقم ميتين في مسيرة يا هلا بالعرفج ولذلك نحن في يا هلا بالعرفج يسعدنا حقيقة إنه كل الناس يتشاركون معنا في إبداء مشاعرهم وآراؤهم وانطباعاتهم حول يا هلا بالعرفج لأن يا هلا بالعرفج من بداياته وهو من الناس وإلى الناس وقريب منهم رقم الواتس أب المعروف لبرنامج يا هلا تجدونه على حساب يا هلا في تويتر يستطيع كل شخص إنه يسجل فيديو وهذا مظاهر أمامكم على الشاشة الآن هذا رقم الواتس أب يستطيع كل شخص إنه يسجل فيديو يعبر فيه عن رأيه بيا هلا بالعرفج وكل اللي نتمنى إنه في بداية التسجيل يقول اسمه ويقول في الفيديو اللي يحب من آراء من انطباعات من نقد من ثناء اللي يحب عن يا هلا بالعرفج ورح نختار مجموعة من الفيديوهات اللي رح توصل للبرنامج ونعرضها إن شاء الله في الحلقة الجاية الحلقة الجاية حنستقبل فيها الدكتور العرفج في بداية الحلقة ونودعه كنهاية موسم ليا هلا بالعرفج الأربعاء المقبل يتجدد معكم اللقاء بإذن الله تعالى بعد الفاصل لزميلي حالأمير يلتقيكم في يا هلا الليلة وغدا يلتقيكم في يا هلا البرنامج الذي يوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح دائما وأبدا نافذة أمل تصبحون على خير وتصبحون على خير لا حلقة المقبل ويحكي همومكم ويحكي همومكم ويحكي همومكم اشتركوا في القناة